السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا دكتور تامر حسن طليب امراض صدرية ومدير راعدات الخارجية بمستشفى عبارة العصفر هحاول ما اتكلمش كتير واختصر بس الرسالة اللي حقودها رسالة في منتهى الاهمية بالذات في الوقت الزيدة هو ايه الحكاية نبدأ نقلق ونتخض وسمعين ان في حالات بتزيد وارقام بتكتر في الدنيا كلها وبدأنا نسمع عن ناس نعرفهم او نسمع عنهم بدقوا يتصابوا طب نلخط زيادة ولا نعمل ايه بالزبط الاجابة لأ انا هكلمك في دايق معدودة الوضع شكله ايه والمفروض نعمل ايه الوضع بمطاب بساطة المعنى ان الحالات اللي بتزيد انتشارها ده امر طبيعي احنا بالمجهة فيروس تنفسي الCOVID-19 او SARS-CoV-2 او اللي هو اللي بنقول عليه الكورونا انتشاره كفيروس تنفسي امر طبيعي ولازم ياخد دورته في الانتشار الحاجة اللي خلينا نقعد نقول ان فعلا الموضوع ده احنا انتصرنا عليه او بدأت مواجهة الحالات الكبيرة وواضخة حاجة من اربع حاجات ما لهمش خالس اول حاجة ان يظهر عندي مصل تطعيم اطعم بيه كل الناس فكده ما حدوش حيصاب اول حاجة التانية ان يظهر عندي علاج اعالي بيه كل العيمين فانا كده قضيت على كل بوار الفايروس الحاجة التالتة ان تحصل حاجة طب طبيعة بتاعت ربنا مش بتاعتنا تضعف نشاط الفايروس زي مثلا درجة الحرارة تزيد سرعة الرياح تختلف اي حاجة من الكلام التالت حاجات دول مش بيدينا الحاجة الرامعة هي ايه ان الفايروس ياخد دورته في الانتشار بس احنا مناعتنا تبقى قوية تتغلب عليه لانتشار من غير ما يقزي جوز كبير من الناس وبعدها مع بطول يتحول لفايروس تنفسي معتاد زي الانفلوانزة العادية زي ما شفنا انفلوانزة الطيور والخنازير والحاجات الكتيرة ما شفنا ابقى خلاص؟ رسالتي مهمة جدا لكل الناس ارجوكم نحرص وناخد بالنا بس مفيش داعي للهلع والمفزع الزيادة يا جماعة الفترة دي ان شاء الله كده كده هتعدي الوقت ده معدي ده مش اول وباء ولا اخر وباء تشوفوا البشرية احنا يا ما شفنا ويا ما عد علينا والبشرية استمرت وكملت في حاجات كانت اكتر بكتير من كده فاحنا كنتها البساطة عايزين نتفق في الاسبوع ده على خمس حاجات نعملهم الخمس حاجات دلو عملناهم بقى احنا كده حافظنا على جيشنا المناعة بتاعتنا تمام؟ تركز معايا بقى وده نعتبر الهنورد بتاعنا كلها اول حاجة عايزين نعملها اول حاجة لو سمحتوا بعد اذنكم بلاش متابعة الارقام والاخبار بتاعت الفيروس كعندنا بتتابعة الدور الانجليزي والنهاردة فيه كم حالة وفاية هنا وفيه كم حالة اصابة هنا وامريكا النهاردة بقت كان وإيطاريا عدد الصين ولا لأ طب مين بيزء كل ده مليوش اي لازمة متابعة حضراك الارقام ده ضبط لسبب مهم جدا اولا المتابعة ده لا بتزود ولا بتقلم ولا بتخفف عيان ولا بتشفي مصاب ولا بتعمل اي حال خاص الحاجة التانية يا جماعة الارقام ده علم علم احنا بندرسه في كلية علم اسمه الإبيديميولوجي ده ليه مختصين وليه علم وليه ده كثرة بيشتغلوا على الارقام دي بلاش التعامل مع الارقام على ان احنا بناخد المنشور ونقعد بقى نعمل عمليات حسابية ونقسم بقى عدد الوفيات على عدد المصابين عشان نطلع ان كل ده مش بيفيد انت بتتصرف بشكل غير علمي فترجمة الارقام دي عندك هتبقى ترجمة مختلفة عن وضعها الحقيقية اللي هو ممكن يكون خطر او ممكن يكون مش خطر لكن انت مش مختص فمتابعتك الارقام ليش ايه؟ بتفكرت مين؟ انا راجل دكتور لما يجي مرة واحدة على خبر ان مؤشر اي جي آخر الثلاثين في البورصة سجل ثمانت تناف وخمسونيت موط طب ده حاجة والله ما شاء الله يعني دي حاجة ايه حلوة لو اعرفش طب ده مواجهش الاشياء في سبعين بقى سجل الف ومثال اه طب ما انا بقى يحسن بقى السبعين على التلاتين لا لا كل ده كلام غير مختص بلاش متابعة القام انت لو انت مقمن نفسك بقى القام اللي بتحصل برا مش هتضرك في اي حاجة لما يقولك ان المنطقة بتاعتك بعتها حرامي لا ده فيها اتن حرامية لا تلاتة لا خمسة لا عشرة طول ما انت محصل نفسك كويس ده ده الارقام الاعداد الاخبار بقى اللي يخص الاخبار اللي عايز اقول لحضرتك ان كل الاخبار اللي انت بنتباعها فيه منها على الاقل سمعين في المية اشعاعات يا اما خبر بيقولك بيبدأ بكلمة بيقولوا او بيبدأ كلمة في دراسة بيقولوا ايه ومين اللي بيقولوا محدش عالف طب في دراسة من اللي درس مين اللي عمل الدراسة دي محدش عالف احنا بس عاملين نقرأ ونتفزع ونتبع بدون جاري ارجوك لو سمحت اول هومورك احنا هنعمله اول خطوة ولا انتبع ارقام ولا اخبار لمدة تسبور مش هيصح حاجة على فكرة مش هيصحها خالفة متبعكش الارقام اقفل موقع الورلد اومليتر وموقع المشاعراتين والصور انسى كل ده حضرتك بتكسب معدلات الوفام معدلات الاصابة طب حسبت معدلات الشفاء طب حسبت معدل تحول حالات من طبيعية الحرجة او من الحرجة الطبيعية فيه معدلات كتير اوى جماعنتم مش مختصين فلو سمحتم ده لاش موضوع الارقام وهدوا اعصدوا حاجة التانية الشير مرض التشير واللا ارادي عمالين نشير 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 وننشر اي كلام واي حاجة واي تبزيع واي اخبار كل ده غلط كل ده مش صح طب انت اردت خبر وحش بتفزع الناس حواليك ايه لا انا لازم اوعي انت مش بتوعي انت بتوقع انت كمش بتوعي حد لا بقولك ده النهاردة مات الف وتلتمية واحد في امريكا في يوم واحد شاية رنشو 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 لا يا جماعة انت معظم انت بتشعير على فكه فيه حاجات كتير منها اشعاعات انا نفسي مكان شغلي ده انا فيه ده المستشفى ده المستشفى مبارده على صفرة انا قاعد في وسط شغلي وفي مكتبي وفوسط الناس والدكاترة والعينين وطلعت اشعاعات ان الحجر الصفحي جئة للمستشفى وانه عربيات البوكسة جات استلمتها وتشمعت بشعمة لحمة وانا اي احد فلو صمحت موضوع الشير شير بدون داعي ده مدوش اي لازمة وما تنشرش اخبار سلبية الخبر اللي ضايقك ما تضايقش بيهن بس الحاجة التلفع العكس بقى اثبت مزاجك يا عم اثبت مزاجك احنا في ايام المفروض ان منعتك تكون فارما تحسنك على بكل الفوغ الخوف والفزع بيقل الجهاز المناعة بتاعك يمكن سبع مرات شوف اي حاجة بتحدها واعملها قاعد اعصر على نفسك لمونة وشغل افلام كوميتي يا سيف اسمع المطرب اللي بتحبه قاعد اقرأ قرآن اقرأ كتاب لحاجة حلوة اعمل حاجات وطيفة اثبت مزاجك في الاسبوع ده او سمحت حاجات مفضحة كنت بتعمل ايه قبل كده يعني قبل الخرونا وقبل الكلام لغير الخروب كنت بتعمل ايه ما تبدالش اقعد بقى كائب ومعرفان وكائب الناس اللي حواليك وكائب التانية مش هي بازمة اثبت معنوياتك في ناس يا جماعة بتخف من كانسر ومن امراض مزمنة كتير بمجرد رفع المعنويات ده كلام طبي على ذكره مش كلام اجتهازي طي اضعافك لمنعتك هو ده اللي حيليزيك والدعال في بيتك فانت اسبوع ده اثبت معنوياتك يا عم الناس عم بدا تعمل كيك وتعمل مش على 2 وبسكوطة 10 دقائق وكلام غريب عمليين نسمعه انت كابا نعمل كده اسمع حاجة حلوة اتفرج على حاجة حلوة خلي الاسبوع ده اسبوع مفرح بالنسبة لك ايلك واحد اجازة مصيا بس مصيا كنت اعادت في البيت الحاجة الرابعة فعلا امعد في البيت احنا دلوقتي عايزين ناخد الموضوع جدا مش هزار تتكلم في البيت شوهين عادتنا في البيت مش بتغطي على الفيروس ولا كلام من ده لأ هي بتخلي معدل الانتشار اقل فما يحصلش اصابات لعدد كبير جدا من الناس في وقت قصير فنبقى مش تقين اماكن عليكم فيها فاتيب تا ناس تموت لو سمحت الفيروس ده مش فيروس شغال شفتات نايت ولا فيروس جنليل بينان الصح عشان نجحنا قبل سبعة ننزل ونبهزل الدنيا في الشوارع وبعد سبعة مرات في البيوت الفيروس الصح موجود عادي على فكرة فلو سمحته قبل ما عادل حظر اقعوه في البيوت انزل للضرورة جمع مشاويرك كلها في وقت واحد ما مش حاجة سمحتنا مخلوينه وبننزل الصح عشان بعد الحظر بنقعد في البيت الزم الفترة دي لو سمحت وعادك في البيت ومعنوياتك المرتفعة هتتمنك واتمن اللي حواليك خمسة حرص؟ اه لكن التفراد في الحرص غلط بمعنى الكلور والكحول والمطهرات زياد عن النزوم كل ده ضرر كل ده حيزيك حضرتك مطلوب علشان تحرص وانت قاعد في البيت تخسل ايدك بماء وصابون على قد ما تقدر قال للتجمعات والاحتكاكات والتكدس والاحضان والبوس والسيروكيات دي الكحول والمطهرات استخدمها قالك لما شك قوي اما بقى الان قوي طرع من المستشفى حد حسيت انه كان بردان او حد حسيت ان في مشكلة ممكن استخدام المطهرات واستخدام الكحول والكلام ده لكن زيادة عن النزوم بتضعف مناعتك بتضعف جهازك التنفسي الافرازات بتزيد والالتغرات بتزيد فبتنزل في قفلك سدرك انا مش عارف تواجه اي حتى لفيروس البرد العادي جاي لك هيبهدلك لا! كتر الكلام ده غلط بقى لاش التفروط تتجعل تيادة بلافز اللي بتلبسها طول ما انت بتخطي ايدك انت مش محتاج بلافز بحاجة محتاجها بايه؟ الكلاز بتلمي جيد بكتيريا والميكروبات والدنيا كلها وبعدين تخط ايدك على بوقك ولا على وشك فما انت تقعدين وبعدين تيجي ترميك الزبالة فتأذي عمل النظافة وتأذي الدنيا اخسل ايدك وبس الكمامات احنا كده كده نلبسها نتمع العينين لكن حضرتك نلبسها بس في التجمع لكنو انت ماشي في الشارع في الهواء ملاش لازمة الفيروس بالمناسبة ومصد صح العالمية اعلانة انبارع ان هو ما بينتقلش عن طريق الهواء ده بينتقل عن طريق القطرات والقطارات اتقال من انها تقعد في الهواء تمام؟ هنعيد الخمس طوات مرة تانية هنعملهم في الاسبوع ده ما اتبعش ارقام ولا اخبار ما تشيرش اي اكبر سلبية بدون داعي وما تزعلش ناس اللي حواليك الحاجة التالتة اصبط مع نوياتك ورفع مع نوياتك ومبسط انت ونسل حواليك كلهم الحاجة الرابعة اتكني في البيت معظم الوقت مش بس فوقتها تخضر على قد ما تقدر اتكني في البيت الحاجة الخمسة حصن نفسك من غير افراج تستخدم الكحول والمطهرات والحاجات المؤذية الفترة دي هتعدي ومش اول مرة ولا اخر مرة بشارية تشوف فيها يا باب ولا ميكروب لكن منعتنا هي اللي هتنتصر كشنا هو منعتنا لو عملت كده ومناعتك انتصر ومناعتك بقت قوية والدنيا زي تكل اذا كنت توقف انتشار الفايلس على قد ما ربانا يقدرنا لحد ان شاء الله ما ينزل مصر ولا ينزل العلاج ولا ينزل اي حاجة وحنبتكر الايام دي وهنقعد اكتر عليها انا خلصت الكرامي ان شاء الله اكتر من كده شكرا جزيلا وربانا يحميكم كلكم شكرا جزيلا وربانا